هل اقتربت المواجهة الشاملة بين إسرائيل وإيران؟ الاغتيالات المتتالية لضباط في الحرث الثوري وعلماء إيرانيين مرورا بقصف مطار دمشق واستهداف المفاعلات النووية الإيرانية كل ذلك فتح الباب واسعا حول مدى انتقال الطرفين لمستوى أعلى من الصدام لا صيام مع تصريحات الكيان الصهيوني باستخدام استراتيجية جديدة أسماها الأخطبوط ترتكز على تزديد الضربات إلى الرأس بحسب ما أورده رئيس وزراء الاحتلال نفتلي بنيت على الجانب الآخر يظهر أن إيران فقدت بالفعل توازنها مع الإعلان عن مقتر الضابتين بالحرث الثوري على التوالية الاثنين وسط وشمالي البلاد وتعهدت كالعادة بالرد على الحديثتين أمام هذا الفعل ورد الفعل يرى مراقبون أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف إسرائيل من نشاطها لمنع طهران من الوصول إلى العتبة النووية وهي النقطة التي تخشى منها تل أبيب وبدأت لأجلها مناورات وتدخلات عسكرية سرية وعلنية ستوسع الاغتيالات والحرب الإلكترونية ذلك بهدف تعطيل البرنامج النووي الإيراني بجميع مكوناته على الجانب الأمريكي لا تبدو المراهنات الإسرائيلية كثيرة على إدارة بايدن والتي ربما تنحصر بدفعه للإبقاء على الحرس الإيراني ضمن قوائم الإرهاب تزامنا مع إقاف طهران عمل كاميرات المراقبة في المفاعلات النووية وتعثر الاتفاق النووي الذي يعول بايدن عليه كثيرا على مستوى منطقة الشرق الأوسط بدأت المنطقة تجد نفسها ميدانا لمجابهة متعددة المناحي لا سيما في العراق وسوريا ولبنان بين الطرفين لا يأبهان إلا بمصالحهما التي يمكن أن تتقاطع أحيانا وتتضارب في أخرى في وقت لا تزال أدوات إيران والأنظمة الحليفة لها في تلك البلدان تدافع عن مصالح طهران دون الاقتراث بالنتائج الكارثية المحتملة لا سيما مع الحرب الأوكرانية الروسية التي ستزيد من استعار الجبهة بين إيران وإسرائيل